السلام عليكم ورحمة الله احياكم في حلقة جديدة في حلقة اليوم ان شاء الله براويكم القطع اللي خذيتها على المكينة ويمكن اشتغل على المكينة شوية ابداف اشتغل فيها فمثل ما واضح في هذا الصندوق كل القطع على المكينة طبعا الآن الصندوق وزن ثقيل تقريبا 20 كيلو يعني الشحن ما كان رخيص ابدا فعندي مجموعة كبيرة من القطع براويكم كل شيء ان شاء الله طبعا هذي افضل لحظة عندي في كل مشروع لما استلم الطلبات واشوف واشي يعيب كنا عيد ما هي هذا وانشوف بسم الله طبعا طلبية مستلمينها قبل ساعة تقريبا متحمس صراحة شوف واش موجود مجموعة كبيرة عندي من القطع يا سلام نبدأ فتح الصندوق اول شيء هم نشوف مجموعة موجود اصمام كلتش كلتش جديد هم نشوف مع السبرينغات مجموعة 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 لدينا بيرنغ م LISA بومب وغاية و السيلس مجموعة لا يحتاج من الفتح شاعة حلو ممتاز كيف معنا هنا هؤلاء بيرنجات بيرنجات مع القير اللي رقبهم في الكرانكيس هؤلاء هؤلاء نرى في نوع يا سلام نرى كيف جميل صراحة حلو فلاتر هذا الاويل فلتر نرى هذا سيل لا يوجد هذا هو الثرمستات يركب في الهد هذا توقع السيل المالة هذا اويل فلتر غيره ماقض ثلاثة تقريبا ماذا باش نرى مفتاح جديد وهذا فلتر غيره نرى يا سلام هذا الشفتر جميل صراحة طبعا للأسف طلبت هذه القطعة مرتين بالغلط واحدة بركبها في دراكتي والثانية بيعها جاموها هذا مالوكالها هذا صراحة هذا البالانسر جديد جديد طبعا القديم خربان شوية ضربات وكده خضية جديد شوية ضربات هذا الويل سيلز مال مكينة وهذا توقع الجاز جيت اكثر شيء شوية ضربات هذا الجاز جيت مال مكينة نرى الصناديق الكبير يا سلام هذا الكرنك هذا الكرنك بحق هذا الويل هذا الويل هذا الويل مباشرة هذا الويل مباشرة هذا الويل اتوقع اناقص البيرنج الذي يركب هنا ارجوك قول انه موجود هذا الكرنكيس اتوقع 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 مكتب اتوقع هذا الويل اتوقع شوية انظر له البلانسر الثاني وهذا قير في واحد من القيرات ما ينكسر عندي بدلت اخذت جديد وعندنا نحن التايمين جيد بعض انظر نقود انظر وضع انظر يحصل انظر ان هذا هو القطع ان شاء الله بعد شوية بطلع الكران كيس وقهز للصبق طبعا ان شاء الله بطلع المكينة اللي هو نسود مشان يكون مرة متناسقة مع بقية الدراقة ما يصل حسنا نخليه بطلع شوية شكل الدراقة غلط فان شاء الله المكينة بصبغها لو نسود فويش بسوى الحين بقهز الكفرات والسلندر والهد الكفرات قصدي من المكينة اليسار واليمين فركبهم مع بعض وصبغ المكينة كامل فبخبركم بعضين واش بسوى بالضبط كيف بصبغها وواش بستخدم خبركم بعض شوية بالحين بجهز المكينة للصبغ عندنا هذا الكفر اليمين وكفر ما ليسار طبعا بننظفها مشان من هنال الوساخ والاويل اللي فيهم وشان نكونوا قهزين للصبغ وسيلهم سنفرة شي بسيط وبعد بسوى عارة بناء حال اللي هو الوترموم بنظف هذا الوساخ اللي فيه وغير الفيرنقات اللي فيه داخل والسلس وكل شي وركبه وصبغه ان شاء الله مع القطع فهذا اللي بسوى الحين اشتركوا في القناة 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 يطلق على برا شيء بسيط. كذاك لازم يكون. طبعا لما تركب الويتر بامب او اي قطع في المكينة. اتبع الخريطة يخبرك كل شيء وين يركب. عشان ما تدور براسك وتعرف كل شيء بشكل بسيط. نضربه نظيف. طبعا لما تضرب البيرنج يكون نفس قياس البيرنج. شوف كده. حاول انك ما تضرب اللي هو الدائرة الداخلية. هذي. ان اذا ضربتها يخترب البيرنج. فاستخدم القياس المناسب. اذا ما عندك اشتري. عشان ما تخرب عليك البيرنج. بيروح الشال على الفاضي. والحين بكمل شغل. وخليكم مركزين. هذه القطع من مكينة كلها جاهزة للسبوخ. نضبته نضبته هذا السكندر جديد هذه نضبته هذا الكران كيس بصراحة لا يجب عليها صبغة لكن لا ينفع كل القطعة فهذا صبغة ان شاء الله الحين فهذا اللي بسويته بركب الكبارات بخبركم بعدين مش الصبغة اللي بسويته ركبت المكينة طبعا ما ركبتها كامل جير وكرانك وغيرها مقرد اللي هو هذ القطع طبعا هذ القطع من داخل فاضي ما فيه شي فالحين بغطي الماكن اللي ما اسبغة بعدين اقهز المكينة للصبغ هنظفها وكذا واعلقها وابدأ اسبغة ان شاء الله شي قيميه الحقيقي يعني شف المكينة راكبه اول بديد هلا عسى تطلع ضبط ان شاء الله المكينة قازة للصبغ نظفتها بالكامل وسكرت الأماكن اللي ما اسبغها براويكم السبغ اللي بستخدمه باستخدم هذا ان شاء الله سبغ خاص على المكاين تحمل درجة حرارة عارية بمتاز حال هذه الأمور قربتها من قبل على مكينة بانشي وما شاء الله امورها عسب فباستخدمها الحين على هذه المكينة طبعا هذا يكون مكس برايمر مع اللي هو اللون وعندنا نفس الشي اللي هو الكلير طبعا هذا منتج شوية غالي يعني تقريبا هذي اتوقع 4 ريالات ونص وهذا نص الشي طبعا ناختنا اثنينة بعض فالحين بصبغ هذا ونشوفوا كيف النتيجة ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت محتار اصبغها ولا بس يستاهل الشغل الحين بنزلها وبطلها كامل الحمد لله خلصت صبغ صبغت الثروت البعض نسيت صبغة لما كنت نقاط اصبغ المكينة طلعوا ممتاز قطع المكينة هناك خليتهم مكينة خلاص قهزة للتركيب ان شاء الله بالحلقة القاية بابدأ اركب المكينة لحين قهزة القطع عشان ابدأ تركيب ففي الحلقة القاية ان شاء الله بعطيكم الطريقة كيف تركب المكينة ان شاء الله عقبتكم حلقة اليوم لا تنسى اللايك والسبسكرايب وهم شي دعمكم من القناة نلتقى ان شاء الله في الحلقة القادية